المرأة إنساني أستاذ علاء تريد من يؤنسها من يلاطفها من يسني على جمالها أحيانا من يسني على إدارة بيتها من يسني على طبخها من لها غير زوجها هل لها غير زوجها يقدر وضعها أيام يذهب قبل شروق الشم سيأتي الساعة الثاني عشر على الطعام والنوم هذا إنسان لا بيحاكيها كلمة لا بيسأل عن صحتها لا عن أولادها لا بيسمعها أحيانا النبي سمع للسيدة عائشة قصة طويلة كثير عن أبي زرع وأم زرع وهي حكيت عن شجاعته وعن بطولته وعن كرمه لكنها تأسفت في النهاية قالت إنه طلقها قال أنا لك كأبي زرع لأم زرع غير أني لا أطلقه هاي الزوجة ترك أنت من ساعات وحدها في الميت ترتبت، نظفت، طبخت، غسلت اعتنت بأولادها لا أنت أنت تنتظر زوجها إلا حاجة عند الزوج أستاذ علاء إلا حاجة عاطفية تركت العلاقة الجنسية الحاجة العاطفية هي بحاجة من يقدرها الله يعطيك العافية الله يخلي ليهاكي أنا بلاكي ما بس وشي لك شو بتكلفك يا تكلمة؟ صحي بتلاقي ملأت قلبها ساعاتي ولو ربع ساعة أنا عندي قاعدة إن لم تصغي إلى زوجتك بالحد الأدنى عشرين دقيقة كل يوم في مشكلة بإن شاء نعم ولا كلمة بحاكية على الجرائد، على الأخبار على عشاء عنه شو داب بهو مشكلة كبيرة مشكلة كبيرة من هنا تأتي خواصر الضعف يعني أحيانا أنت بالمكتب اتصل فيها ساعة عشرة كيفك بخير إن شاء الله لازم ايش شو بسي مع التالهاتف؟ اتصادي يعني هو الإنسان الحياة كلها زكاء يا إنسان يا بيعيش بزكاؤه يا بإيمانه أو بزكاؤه وإيمانه في آن المر أيام سافرت وأنت بجي بجي لبسان الساعة عشرة يا طيب صار الساعة دعش خبرها إلى أنا متأخرة شوي في سبب قام بتطمنها إنساني عم تستنعك صحيح فهو الاتصال ولو هاتفيا أيام بالسافر خبرها مرتين ثلاثة أيام ولا هاتف خبرها مرة كيفك؟ لازمك شير كيف الولاد بخير؟ يعني زوج لا بيحكي ولا بينطق بكلمة طيبة ولا بيبتسم وكل قسوته وتجهمه لزوجته وكل نعمته لأصدقاؤه أو لأهله هذا زوج لن ينجح في علاقته مع زوجته أنا عندي قصص والله تبكي الحجر والله يندلها الجبين أهمال زوجة صالحة مستقيمة مؤمنة طاهرة عم تخدمة؟ ما لا منك نصيب إلا كلمة طيبة كلمة سناء كلمة محبة عبر محبتك إلى في مشكلة كبيرة الحقيقة الزواج فن الحب بيدك بيدك أن تصنعه صناعة هناك مجموعة من الرجال يقولون أنه يعني الرجل لا يفسحه عن مشاعره وإن أفسح عن مشاعره يعني رخ الحبل لزوجته هكذا أسمع وبالتالي أنها يعني تصبح تتدلل عليه كثيراً سيدي جواب أستاذ علاء نعم كثير سهل تكون قاسي كثير سهل مبدأ بطولة وكثير سهل تكون سهل موسيئة بالأمور البطولة أن تقع في حيرة تحبك إلى درجة مزهلة وتخشاك إلى درجة مزهلة أن تمسك العصى من نصفها يعني هو دائماً التطرف سهل نوضح التخشاك التطرف سهل يعني أن تحترمك نعم لا تكون ليناً فتعصر نعم أو قاسياً فتكسر إن أردت أن تطاع فأمر ما يستطع فأنت حينما يعني حينما تجاوزت حدها سكتت أعرضت عنها إلى حين أدبت أنت من دون سباب من دون رفع صوت حينما تجاوزت حدها سكتت سكوتك موقف انتبهت رسالة رسالة وحينما تجاوزت تجاوزت أنت حدك معها همدت معي تحكت كمان رسالة الممكن أبعت رسالة وأتلقى رسالة من دون كلام صحي فلما هي بتتجاوز حدها سكتت معناها أنت إليك مكانتك وفي خطوط حمراء بحياتك ولما هي كمان تتجاوز حدها أو تتجاوز حدها معها كمان إلي خطوط حمراء تماما فأنا لما بشوف في مودة بقابل مودة بمودة لقيت في تجاوز بعمل طريقة معينة أن أبلغ رسالة جميل يعني دائما التساهل سهل والقسوة سهلة بينهما يحتاج إلى جهد كبير ودائما الفضيلة وسط بين طرفين ودائما الفضيلة وسط بين طرفين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر